السلام عليكم فيديو اليوم سيكون مغاير لأن وجهتنا اليوم مش غابة أو جبل أو شلالات الوجهة هي مدينة بيجايا ونركز ونقول قلب مدينة بيجايا وليست الولاية ككل سندخل إلى مدينة بيجايا من الجهة الشرقية مرورا بأربع بلديات من هذه الولاية على طول 50 كيلومتر كل إنسان رح يمشي هذا الطريق رح يستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة من جبال وغابات وأراضي مسطحة ومساحات خضراء شاسعة بالإضافة إلى الشواطئ الجميلة على طول هذا الطريق هذا الفيديو رح يكون خفيف لأنه غير مبرمج بعد ما كان عندي شغل هنا في مدينة بيجايا قررت نصور الفيديو إذن مانيش رح نركز على كل معالم هذه المدينة هنا أرانا في وسط مدينة بيجايا ما صورت منطقة الدخول إلى المدينة والطريق اللي يجيب حتى الهنى بسبب الضوضاء والاختناق المروري مدينة بيجايا من مسمياتها عبر الزمن صالضايي وفي عهد الناصر بالناصرية وأخيرا بوجي وبالأمازيغ يفقيه فمنذ عهد الناصر امتازت بالأمن والاستقرار حتى يومنا هذا وأنا بحد ذاتي أعتبرها مدينة متوازنة من ناحية كل مقومات العيش الحضاري مقارنة بولاية جزائرية أخرى ونسميها مدينة الطاقة الإيجابية لأن فئة الشباب فيها طمحين جدا في كل المجالات في مجال الدراسة أو الرياضة أو العمل وتمتاز بحسن الخدمات الاجتماعية وسهوة الخدمات الإدارية للمواطن نقول ونعاود أن هذا الكلام مقارنة بولاية جزائرية أخرى ودرك حال الوقت به نورو لكم أحد المكان اللي هو منتزه طبيعي هنا في مدينة بيجايا هذا المكان هو رأس كاربون وراح نصور لكم الأماكن لتمروا بيها في طريق للوصول إليه أولا راح نسيبوا ملعبين جواريين لهم موقع جميل جدا وإطلالة رائعة على البحر وبعدها راح تصادف هذا المتزه وسط الأشجار به مساحة مخصصة للأطفال والعائلات تفكرت حاجة دائما وأبدا ونبقى نقول في كل فيديو حافظوا على نظافة الأماكن هذه بلدنا واجب علينا نحافظ عليها بعد الوصول إلى هنا الطريق ما راحش يغيب لكم راح تصيبوا هذا اللافتة زين يسارا راح تطلع إلى قراية ويمينا الطريق يديك إلى الزيقوات ورأس كاربون اللي هو وجهتنا وانت في طريقك إلى رأس كاربون راح تصيب هذا الإطلالة البانورامية على الواجهة البحرية وميناء بجاية يقابلها سلسلة جبال بابور المكان كله تابع إلى المحمية الوطنية الطبيعية لقراية كما راكوا تسمعوا محمية وطنية إذن يجب المحافظة عليه شوفوا معايا المنظر من هنا قمة في الروعة على خليج لزيقوات وهذه آخر محطة قبل الوصول للنفق الصغير اللي يدينا عبر مسلك للراجلين إلى رأس كاربون بمجرد مرورك من هذا النفق سيقابلك رأس كاربون وهو شبه جزيرة سخرية به أعلى منارة طبيعية في البحر الأبيض المتوسط وفي العالم كله بنيت هذه المنارة أعلى عام ١٩٧ ميلادي على ارتفاع ١٢٠ متر يعتبر رأس كاربون من أبرز معالم الحديقة الوطنية لقراية وهذا المكان يستحق الزيارة لأنه معلم سياحي بامتياز هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو راح نطلب منكم ديروا أبوني اشتركوا في قناتي على اليوتيوب وحسابي على الأستغرام وصفحتي على الفيسبوك بارتاجوا مع صحابكم ليصلوا إلى أكبر عدد من الناس دعموكم راح يخليني نواصل نبقيكم بخير إلى فيديو آخر إن شاء الله شكرا 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 شكرا